السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد مع الوحدة الثانية دائما مع السنة الثالثة إعدادي الوحدة الثانية التي تحت عنوان سكول يعني المدرسة إذن كما تعلمون بداية الدرس أو أول الدروس هي دروس كومينيكيشن يعني يكون في حوارات من أجل تطوير مهارات سبيكين نطق إذن الحوار الأول بين جمال نانسي and سارا إذن جمال hi my name is جمال نانسي hello I'm Nancy سارا hi I'm Sarah نانسي hello سارا are you American نانسي no I'm English جمال where are you from نانسي I'm from Manchester إذن هذه بداية يعني حوار سهل جدا في المتناول الحوار الثاني نورا are you a new student يعني هل أنت أو أنت تلميذ أو تلميذة جديدة new جديد جيم yes I am نعم أنا كذلك نورا what class are you in يعني إش من قسم عندك what class are you in جيم I'm in class 7 قسم السابع what about you يعني ماذا عنك what about you نورا I'm in class 7 too أنا في القسم السابع أيضا to يعني أيضا هذا حوار الثاني حوار الثالث اللي هو between Olivia and Anna Olivia what's your favorite subject favorite subject يعني المادة المفضلة what's your favorite subject المادة المفضلة أنا computer studies computer studies اللي هما دراسة الكمبيوتر اللي ما يسمى بالانفورماتيك أوكي معلوميات what about yours yours تعود على favorite subject يعني what about your favorite subject أوكي Olivia she says geography geography أوكي geography الجغرافية جغرافية الجغرافية أنا my favorite sport is tennis my favorite sport is tennis هنا favorite sport الرياضة المفضلة هنا في اللول favorite subject المادة المفضلة هنا الرياضة المفضلة is tennis Olivia really حقا it's my favorite sport too إنها الرياضة المفضلة لي أيضا two two كما قلنا أيضا إذن دائما مني كيكون عند الحوارات تتبعها أسئلة إذن أسئلة ديال true or false listen and write true or false true صحيح false خطأ then correct the false statement نتقوم بعد ننصح الجمل الخاطئة نانسي is american نانسي is american إذن على حساب الحوار الذي لدينا هنا are you american she said نانسي no i'm english إذن الجواب الصحيح هو نانسي is english good السؤال الأول يقول نانسي is from london إذن نانسي من لندن إذن على حساب الحوار it is false okay ها هي نانسي she said i'm from manchester مش من لندن إنما from manchester إذن كنت نتقوم false نانسي is from manchester نانسي is from manchester number two jim is a student jim is a student jim tell me إذن it's true هنا من سولة في الحوار الثاني نورة سولة are you a new student jim said yes i am إنه هو الدليل yes i am okay good ننتقلوا السؤال الثالث jim and nora are in class 6 يعني jim ونورة في القسم السادس في class 6 إذن it's false اوكي false شنو عنا هنا عنا jim i'm in class 7 jim class 7 ونورة قلت أيضا نورة شنو قلت i'm in class 7 too حتى أنا في class 7 إذن جوج بهم كندروا false jim إذا ما شي جيم أخطط أنا أتحيدو جيم and nora are in class 7 إذن jim and nora are in class 7 في هذه الجملة خطيئة أربعة geography is أنا's favorite subject geography is أنا's favorite subject إذن إذن لحسب الحوار الثالث الجيوغرافي مشي ديال أنا إذن فدي تشوفون نرجعون الحوار الحوار الثالث إذن أنا favorite subject ديال أنا هي computer studies إذن إذن نرجعون الجملة ديال نغير false computer studies is أنا's favorite subject computer studies is أنا's favorite subject خمسين عنا basketball is أوليفيا's favorite sport إذن باسكتبول هي الرياضة المفضلة ديال أوليفيا إذن فالس رجعوا عاو الحوار رجعوا نشوفوا أوليفيا really it's my favorite sport too إذن هد favorite sport هي tennis من قتلها أنا my favorite sport is tennis قتلها أوليفيا it's my favorite sport أوليفيا's favorite sport إذن إذا إذا أنت هنا من التمرين الأول ومشي والتمرين الثاني عدنا في what's your favorite school subject what's your favorite school subject إذن عدنا شكل سؤال ما هي المادة المفضلة لديك number two إذا عدنا سؤال يقول match the school subjects with pictures عدنا صور وعدنا الأسماء ديال school subject بحال i ها هي المطالعة والنصوص chemistry chemistry هذه الكلمة تقرأ chemistry مشي chemistry ولا chemistry no it's chemistry chemistry يعني الكيمياء الكيمياء هي H فين كان هذا القراعي كده إلى الكيمياء هي H صفي sport هي الرياضة sport هي الرياضة هي C فين كان الكرة القدام وكرة السلة إذا هدي sport English English أوكي غدين مشيو الجي أو جي sorry جي إن English هاي عدنا كتاب في hello إذن هي English science هي العلوم الصورة اللي كدد العلوم هي D ها هو عنا microscope الميكروسكوب ها هو عنا إذن هي العلوم 6 ونمبر 6 عدنا French بين هذا الكتاب livre de francais بين كتاب الفرنسية إذن it's A سبعة عنا computer studies يعني الانفورماتي computer studies إذن هي صورة E هي عنا computer هنا مرصوم تمانية maths إذن maths بين F 2x plus 1 equals 0 إذن هي maths يعني الرياضي تسعة عنا art art هو الفن أو ما يسمى في التعليم التربية تشكيلية إذن هي B هي عنا الألوان وعنا الفرشات وعنا التاريخ والجغرافية تاريخ جغرافية الجغرافية إذن هي G الكتوب وعنا الخريطة الجغرافية إلى آخر إذن جيد بالمسك عنا ما هي أفريط سبجك لك مثلا الصديق لك سيقول لك هل هنا art إذن إذن تحاولوا تركز على أفريط سبجك أفريط نجيو هنا where are you from سؤال where are you from where are you from or where are you from where are you from من أين أنت أو من أين أنت أمريكية أمريكية no I'm English أنا إنجليزية where are you from من أين أنت من لندن بحال هنا تديروا حوار مع لوبنا فاز بحال مثلا تقول are you Spanish are you Spanish عدت تقول مثلا no I'm Moroccan where are you from I'm from Casa for example هنا سيلين أوتاوة يعني هجت في كندا جاك تاريس توم بوستن تينا لندن ودي تديروا نفس طريقة هنا للسؤال الرابع يعني بحل هذا الإكزمبل ياسمين and Laura good قديمشي grammar grammar اللي هو مهم هنا عندنا the verb to be حاولوا تركزوا مع the verb to be هو labaz okay read the dialogue and complete the grammar table يعني يعني قد نقرأ الديالوج ونعمروا وحط بلور عندنا التحت إذا عندنا سامير hi i'm samir lina hi i'm lina am or i am يعني قد نشوف short form full form هذا i'm short form يعني الشكل المختصر steve hello i'm steve samir are you english steve no i'm not i'm australian australian okay i'm australian lina are you a student steve yes i am i'm in class 9 are you in class 9 too samir and lina no we aren't we are in class 7 يعني مش في القسم التاسع وإنما في القسم السابع يعني السنة السابعة samir who's that boy who كنستعمله مع الإنسان غير مع الإنسان who's that boy من يكون ذلك الولد steve oh that's mark هذا mark he's a student too إنه تلميذ أيضا lina is he australian يعني هل هو australi steve no he isn't he is canadian he is canadian canadie okay canadie إذن من خلال هاد المعلومات اللي عمنا هنا ديال الكونجيزون هاد نجيو لها الجدول ونعمره verb to be كي verb to be فعل الكينونة يعني كن good إذن عنا هنا affirmative صفي غير affirmative بعد مع الدول سخين تلقوا negative وتلقوا interrogative إذن هنا affirmative عندنا singular plural إذن full forms short forms full forms يعني كنت تكتب بالفعل ولا لكون جيزو ديالو بالشكل كامل يعني short forms كان الاختصار إذن I am short form I am singular he is his إذن plural إذن we are where إذن عندنا singular are you English هل أنت أو أنت إنجليزية أو إنجليزي positive answers وممكن نقول yes I am negative answers no I'm not يعني سؤال إيجابي سؤال سلبي أو لا يعني نقول لا is he Australian هل هو أسترالي yes he is نعم كذلك no he is not لا ليس كذلك يعني ليس من أسترالي are you in class 9 are you in class 9 yes we are نعم نحن في class 9 or no we are not أو لسنا في قسم تاسع إذن هذو كتمو yes no questions الأجوبة دي لهم غير yes no بحال نقول مثلا are you American إلا أمريكي عدنا تقول yes I am إلا ما شئي أمريكي تقول no I'm not no I'm not good عدنا عدنا سؤال number two في grammar وغدنا تبخوا هذه إذن complete the sentences with isn't or aren't isn't إذن نتبهوا مع أيها مزيان isn't كنستعملوا مع he she أو it ثلاثة aren't مع you we we they okay you we who they ثلاثة okay إذن isn't he she it aren't we you they good Hannah in my class she is in your class إذن Hannah isn't in my class هذا إلا نحيضوها نعوضوها ب she okay نعوضوها she good إذن Hannah isn't in my class she is in your class هنا ماشي في القسم ديالي ولكن في القسم ديالي number one we إذن عندنا we قلنا we can نستعمل مع aren't we aren't tunisian نحن لسنا tunisiy we are moroccan نحن مغاربة number two راشيد إذن راشيد إلا نعوضوه pronoun سنعوضوه he إذن قلنا he or she or it كمشي معهم is راشيد isn't 13 he's 15 راشيد ماشي عنده 13 وإن ما عنده 15 روبرتو أن رونالدو إذن عنا جوج روبرتو أن رونالدو بغن نحيدوهم ونعوضوهم باش they إذن قلنا they كنت مشي مع aren't روبرتو أن رونالدو aren't spanish ماشي they are Brazilian هم من البرازيل أو برازيليين four mary نفس شي mary يعني شي ولكن شوف نقال mary يعني you إذن you كنت مشي معها aren't you aren't italian you are french you aren't أنت أو أنت لست إيطاليا ولكن you are french فرنسية five he قلنا he وش it كنت he isn't a teacher إنه ليس أستاذ he's a university student إنه طالب جامعي university طالب جامعي سؤال ثلاثة re-write the dialogue in the correct order عنا الديالوج راه مشي في order يعني مشي في الترتيب المناسب إذن ترتيب المناسب هو hello my name is jane okay my name is jane هي اللي كتمشي اللولة okay وم بعد غد نتبعوها hello jane I'm sena okay hello jane I'm where are you from من أين أنت أو من أين أنتي ثلاثة I'm from Morocco okay I'm from Morocco أنا من المغرب are you English are you English إذن غدت جاوب عليها no I'm not I'm from Scotland no I'm not I'm from Scotland good ومن بعد غدت تقول how old are you jane how old are you jane okay how old are you jane كم عمرك يا jane غدت جاوب I'm 13 I'm 13 are you 13 too are you 13 too غدت جاوب عليها yes I am okay yes I am نعم كذلك okay عنا التمرين الرابع في grammar okay عنا في look at the pictures and answer the questions إذن نشوف الصور وغلن نجاوبو على الأسئلة بحل مثل لنا الصورة is he a physics teacher هل هو أستاذ الفيزياء no he isn't إذن شوفوا المختطة في الأسبور هنا كنت كيبان بأنه أستاذ المات he is a maths teacher good number two is her favorite subject geography is her favorite subject geography no it isn't إذن it تعود على favorite subject ما شي no she isn't صغف اللول هنا is he عادك شي عنا شاوبنا به هنا her favorite subject اللي تعود على it نعضوها ب it لحقش favorite subject شي جمد are you a new student are you a new student هل أنت تلميذ جديد شوفوا الفوق هنا كان yes إذن نديرو yes I am yes I am good نشوف الصورة الأخيرة اللي هي عنا فيها rim أوكي كتسول هاد الجوج ديال البنات قلت لهم rim are you English are you English أوكي إذن بجوج بهم ها هي شوفوا الصورة يعني العالم فرنسي عالم فرنسي صفي إذن شنو يجاو الجوج سيكون no we aren't يعني عادي يجاو بجوج بهم no we aren't no لسنا فرنسيات الحال حاجة اللي خسكم تذكروها هي remember this تذكروها the verb to be negative I am not لن نزيدو not you aren't or you are not he isn't or he is not she isn't or she is not it isn't or it is not we aren't or we are not you aren't or you are not they aren't or they are not إذن نيغاتيب صفي نيغاتيب نزيدو not فانتروغاتيب كان قلبو كان ديرو ما يسمى بالفرنسي لنفسي نجي أوكي كان بدو بلوكسي ليا آه سوري بالفعل the verb to be عاد كي يجي the subject اوكي the verb عاد كي يجي the subject am I in class 7 are you in class 7 is he in class 7 is she in class 7 is it a bird bird هو طائر هل هي طائر are we in class 7 are you in class 7 are they in class 7 إذن حاولوا تذكروا هاتشي مزيان لحقاش هو لاباز ديال الانجليش في هاد المستوى اللي انتوما فيه اوكي جود غادي نجيو skills study شوية ديال المهارات vocabulary المصطلحات in the classroom اللي عندنا في القسم عنا blackboard blackboard يعني صبورة سوداء حاليا كان الكلور كان مثلا أغلبية كان white كنتسمى whiteboard كنتكتب هنا عوض black whiteboard يعني بيضاء بستيلو يعني هادوك الصبورات اللي كيكتبوهم بستيلو cheer 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 c-h c-h ولا c-h ان انجليش كتقرأ ch cheer كرسي هاد s-h كتقرأ ch إذن ch 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 sharp 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 منجرة sharp منجرة bookcase 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 خزانة كتب students تلميذ students ruler ruler مسترة color pencils color pencils يعني اقلام ملوانة pillar pencils sorry notebook notebook كان قوله notebook or copy books notebook or copy books notebook or copy books دفاتر دفاتر دسك مكتب دسك pen 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 brushes brushes ما الفرشات brushes books 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 كتب arc ruler arc ruler arc ruler arc يدك القوس ruler يعني مسترة rubber rubber okay rubber ممح pencil 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 قلم رصص okay pencil قلم رصص good إذن سؤال الأول يقول place the words in exercise 1 in the right columns يعني غد ينديروا هاد الكلمات في الأماكن المناسبة إذن بحال عنا بأقل classroom school bag يعني كل كلمة اللي كان قوي المصطلحة اللي كان القوي في classroom والمصطلحة اللي كان قوي في school bag يعني في محفظة المدرسة أو محفظة التلاميذ إذن عنا في classroom نلقوي blackboard صبورة cheer كرسي bookcase خزانة كتب students تلاميذ دسك ومكتب أما في المحفظة عنا بزاف sharpener ruler color pencils notebook pen brushes books arc ruler rubber pencil أوكي جود غديمشيو واحدة سنة اللي هو مهم جدا اللي هو capital letters أوكي يعني ما يسمى بالفرنسية majiscule majiscule فوقاش قد نديرو capital letters طفي فوقاش قد نديرو capital letters هذا مشكل كبير جدا ليس فقط للسنة الثالثة يعني المبتدئين في اللورة الإنجليزية وإنما مشكل حتى في السنوات الأخرى الجرع مشترك الأولى baccalorie الثناء baccalorie countries دول كيكتبوا capital يعني الحرف الأول cities المدن والا villages القرى حالك ربات يعني are capital letters nationalities الجنسيات الحرف الأول capital letters languages اللغات الحرف الأول capital letters school subjects المواد كتكتب capital letters مش بحل فرنسية subject pronoun i i i فيما لقيته كتكتب capital letters يعني subject pronoun ما كنتظروش على i اللي كتكون داخل الجملة ولا الكلمة داخل الكلمة غدنشوفو الزيقزمبل هنا لا i بوحدة يعني كتعني أنا يعني subject pronoun وحتى الأسماء ما داروه جنشل عن الأسماء propronounce أسماء ديلكم مثلا أحمد كامل فاطمة كدائي الأخير كتكتبوا capital حرف اللول capital إذن بحل هنا my name is Omar إذن M بدنا الجملة دائما بداية الجملة كيكون capital لكتكون عندنا نقطة وكان بدأوا الجملة على التاني من جديد كتكون capital إذن M خستكون capital Omar إذن name اسم ها هو خستكتب capital هذا الجملة اللي اعطونا I am Moroccan إذن I خستكتب capital لدينا هنا pronoun Moroccan جنسية nationality إذن M خستكتب capital نمبر تو today is Tuesday today is Tuesday إذن T capital بداية الجملة و Tuesday capital اليوم days of the week يوم من أيام أسبوع ثلاثة my favorite subject is geography إذن M مكتوبة مزيانة capital letter عنا G geography الجغرافية إذن geography هي school subject مادة من مواد المدرسة أو المدرسية يعني G خستكتب capital عنا Rome is the capital of Italy إذن عنا Rome هي مدينة في إيطاليا أو عاصمة إيطاليا إذن R خستكتب capital وعنا إيطالي دولة I تكتب capital خمسة I am from إنزقان إذن I تكتب capital وإنزقان village يعني اسميته مدينة في المغرب إنزقان إذن I تكتب capital إذن هاد شيء ركزوا عليه مزيان في capital حقش الأساتي يركزوا مزيان خاصة في writing يعني الإنشاء أوكي good ما زال عنا still work ولكن دابعنا reading read leases letter to say that in morocco then complete the notes below إذن عنا هنا 26 edward street palm square square يعني الساحة ساحة palm liverpool england dear سايدة dear كنستعملوها في الرسائل okay dear في الرسائل بحال الفرنسية شاير okay شاير hello my name is Lisa my family name is frost family name i'm 17 i'm from england my home city is liverpool home city يعني مدينة مدينة okay my home city it's very nice جميلة جدا the name of my school is shakespeare secondary اسم مدرسة ديالي هي shakespeare secondary my favorite subject is art مدر المفضلة ديالي art and my favorite sport is tennis رياض المفضلة what are your favorites ما هي يعني المدى المفضلة ديالي or sport يعني الرياضة المفضلة best wishes best wishes يعني أجمل التحية Lisa p.s كيف نديروها مني كنذكرو بأنك اي شي حاجة p.s here is a photo of me ها هي صورتي here is a photo of me يعني ها هي صورتي إذن المعلومة اللي غادي نأخدو من هنا first name هي Lisa family name frost country three fingers england city مدينة ليفربول age سن 17 name of school اسمية ديالي المدرسة هي شيكسبير اللي بغيت تزيد معي secondary favorite sport art favorite tenis sorry favorite subject sorry favorite subject art favorite sport tenis اوكي ها هي نرجعونا عندكم هنا speaking ask and answer your partner ها هي تسؤولوا على هذه المعلومة ها هي what's your name what's your family name where are you from how old are you what's the name of your school what's your favorite subject what's your favorite sport هدو سهلين يعني من خلال هدوك الاسئلة الاجابة ديالهم غادي تكتبو انتم على شكل انشاء و الرد على ليزا dear ليزا مثلا hello hello i'm your new friend my name is وغادي تكتبو نفس ذاك شي اللي كتبت ليزا ولكن كل واحد على الحساب ذاك شي اللي كي بغي هو وش حالة السين دياله favorite subject دياله favorite sport الاخير اوكي هديمشيو mini project mini project دائما كيسو لكم الاستدية لكم تديرو at home يعني في المنزل الاخير ماشي شي حاجة اللي يسعيب هديمشيو review يعني مراجعة اذا هنا communication كيف المراجعة اللولى عنا communication يعني التواصل complete dialogues Samira Jane اذا I'm from Ireland اذا السؤال مطرح هنا where are you from where are you from من اين انتي I'm from Ireland Samira عنا is Tanya from Spain is Tanya from Spain يعني وش Tanya from Spain no Tanya isn't from Spain Tanya ليست من اسبانيا she's from Portugal she is from Portugal انها من البرتغال نمشيو الحوار التاني Samira what class are you in اني اش من القسم Jane I'm in class 8 Samira what's your favorite subject ما هي المد المفضلة Jane history يعني تاريخ and you what about you or how about you سوف يمكن ندير and you what about you how about you Samira science يعني العلوم good نمشيو التمرين التاني نمشيو 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 نقل هذا الطابل في التفتار لدينا ثم نمشيو 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 الشكل المناسب of the verb to be يعني أنا I am am you are your he is his she is she is it 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 singular and we are where you are your they are their plural in full form short form and the negative I am not I'm not you are not you aren't he is not he isn't she is not she isn't it is not it isn't plural We are not We aren't You are not You aren't They are not They aren't هنا questions interrogative Am I Are you Is he Is she Is it Are we Are you Are they هنا قال لنا أعطونا كمانية دي للجمل وأعطونا في جوج ديال الاختيارات قد نختاروا الجواب الصحي إذن I كنتمشي معها I'm ديما نرجعوا للجدول I am إذن I am 14 years old Number two Amel Amel هي she قد نمشيو she ونشوفو ها هي she معها is إذن Amel Is a student ثلاثة They قد نمشيو they ها هي عندنا are إذن they are from London Four عندنا how old إذن عندنا they قد نمشيو عندنا they ها هي إذن قد نمشيو معها are هذا على شكل سؤال How old are they How old are they خمسة We قد نمشيو We ها هي إذن معها are إذن we are not Tunisian أوكي We are not Tunisian ست Yes I إذن عندنا I عندنا هنا هي I إذن yes I am ما شي I am not إذن عندنا yes لو كان عندنا no ندلو I'm not سبعة am I or are are I are I إذن ما R-I ما غديش جاء ها هي سؤال Am I in class 7 ثمانية No they إذن they ها هي negative they are not or they aren't no they are not American they are Australian أوكي good سؤال الأخير اللي كيتعلق ب vocabulary name eight things in your pencil case pencil case هي مقلمة ها دي يازعم مقلمة pencil case قالك اسمي ثمانية دي الأشياء إذن عنا بزاف وانتو ما غديث منية pen pencils color pencils ruler rubber arc ruler books notebook إذن هدو غديث منية انتو ما كينين بزاف دي الاسماء دي الحواج اللي كيكون في المقلمة كين الساق كده الاخير جلو كلا اوكي good إذن هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو أتمنى أني قد أفدتكم ببعض المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته